السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلم كل الطالب اللي هيقدم في كلية شرطة احنا نوفر عليك ازاي تقدم في كلية شرطة في عشر خطوات هتدخل على موقع وزارة الداخلية لسيبولك اسفل الفيديو هتدخل رقم قومي وبعدين رقم الجلوس وهتسجل بيانات الخاصة بك وهتختار يوم من ثلاثة ايام لأداء اختبارات القدرات هيظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السر الخاص به اللي هيتواصل من خلاله وينوه للطالب بطباعة الافادة الدلة على تقدم التحكم الكلية والطالب هيحضر ما يلي اربع صور مقاسة ربعة ستة هيكون واضحية شهادة الميلاد تكون حديثة بطاقة الرقم القومي والشهادة السنوية العام طب تمام ايه تاني الطالب هيطبع نموذك طلب الالتحكم الكلية وهيملقوا بالبيانات المطلوبة هيدخل اكاديمية الشرطة من البوابة رقم خمسة ويحصل على ملف التأديم ويتوجه للجنة عشان يستلم بطاقة التردد ثم اجراء الاختبارات دي عشر خطوات تقدر من خلالها تقدم في كلية شرطة هسيبلكم اسفل الفيديو قايمة شاملة للكليات العسكرية وكلية الشرطة والجيش وكل حاجة هتبقى اسفل الفيديو بحيث انت عاوز تتواصل معاها وتشوف الدنيا في ايه كل حاجة هتلاقي موجودة اول باول ان شاء الله انتظروه في كل جديد واكيد على قناتكم قناة اجيال الاندلس في امان الله